اشتركوا في القناة اهلا بكم في نشرة اخبار الرأي وقدمها لكم علي الموسى والبداية مع ابرز العنوي سمو امير البلاد يعود غدا الى ارض الوطن تجهيز استجواب مقدم الاخت وزير الدولة والاسكان ووزير الاشغال سيتم ادراج هذا الاستجواب على الجلسة القادمة مساءلة هايف لوزير المالية تدرج على اولى جلسات المجلس واستجواب مزوج في طريقه الى جينال الاطفاء تستعرض استعداداتها لموسم الامطار وتعلن جهزيتها للتعامل مع اي طارة البلدية والداخلية ترصدان المخالفات في جليبل الشيوخ واثنان وعشرون مليون دينار للبنى التحتية للمنطقة موجة من الامطار تساعد في وقف تمدد النيران في لبنان والسفارة الكويتية تدعو لتجنب مناطق الحرائق بحفظ الله ورعايته يصل سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الى ارض الوطن يوم غد السادس عشر من اكتوبر لعام الفين وتسعة عشر قادما من الولايات المتحدة الامريكية وذلك بعد ان تم استكمال الفحوصات الطبية والتي تكللت نتائجها بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح مبتهلين الى الباري عز وجل بان يديم على سموه حفظه الله موفور الصحة وتمام العافية اشهد سمو نائب الامير وولي العهد الشيخ نواف الاحمد بالدور الايجابي والمتميز لديوان المحاسبة في المحافظة على المال العام وتحسين كفاءة وداء الاجهزة الحكومية لخدمة مسيرة التنمية الاقتصادية في البلاد جاء ذلك خلال استقباله رئيس ديوان المحاسبة بالانابة عادل عبدالعزيز الصرعاوي والفريق المكلف من قبل ديوان المحاسبة للاشراف والتدقيق على حسابات وميزانيات الدولة حيث قدموا له نسخة من التقرير السنوي لديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ الميزانيات والحسابات الختامية للدولة عن السنة المالية 2018-2019 الى العاصمة الصربية باليجراد حيث اجتمع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم مع رئيسة البرلمان الصربي مايا جويكوفيتش وذلك على هامش اعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في دورته الحادية والاربعين بعد المئة واجرى خلال الاشتماع بحث سبول تعزيز وتطوير العلاقات بين الكويت وصربيا في مختلف المجالات خاصة في شقها البرلماني كما باحث الاشتماع عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بالاضافة الى مناقشة العديد من البنود المدرجة على جدول اعمال مؤتمر الاتحاد والية تنسيق المواقف بين الجانبين اتجاهها في مجلس الامة اعلن رئيس المجلس بالانابة عودة الارواعي تسلمه استجواب النائب محمد هايف لوزير المالية نايف الحجرف المكون من محورين وقال الارواعي ان الاستجواب سيدرج على اول جلسة في 29 من الشهر الحالي موضحا انه قد تم ابلاغ رئيس مجلس الامة الشيخ او رئيس مجلس الوزراء شيخ جابر لمبارك ووزير المالية نايف الحجرف بالاستجواب الذي يتكون من محورين رئيسيين الاول يخص اتامينات الاجتماعية والمحور الثاني خاص ببعض الامور ذات الشقة الاداري اليوم استلمت استجواب المقدم من الاخ الفاضل محمد هايف من طيري للاخ معالي وزير المالية دكتور نايف الحجرف وايضا سيتم ادراج هذا الاستجواب على الجلسة القادمة الاول جلسة في يوم 29 ويتم تبليغ معالي سمو رئيس مجلس الوزراء وكذلك الاخ معالي الوزير الدكتور نايف الحجرف بالاستجواب اختارهم وايضا لمحور الاستجواب اللي يتكون من محورين رئيسيين ايضا سيتم النظر فيهم النظر المحور الاول خاص بالتامينات الاجتماعية والمحور الثاني خاص عن الامور الادارية وايضا الامور الذات الشق الاداري والشق استجواب مزدوج في طريقه لوزيرة الاسكان جنان رمضان فقد اعلن النائب بدر الملة انه نسق مع النائب ثامر لصويد لاتقديم استجواب للوزيرة بشأن الطرق والمشارع الاسكانية واعتبر الملة ان بيان مجلس الوزراء الذي تحدث عن نية طلب جلستين لمناقشة القضية الاسكانية والطرق متأخر جدا في ظل قيام الوزيرة منذ ستة اشهر بجلسة نقاش عام عن الطرق التي قال انها لم تصل الى الان للعلاج السهليم اطلعت على بيان مجلس الوزراء بالامس والذي تحدث عن تحديد جلستين او جزء من جلستين لمناقشة القضية الاسكانية وموضوع الطرق وانا اعتقد يعني الامر متأخر جدا من الاخوة في مجلس الوزراء في هذا الامر وان كان الامر لا يحتاج الى جلسة في ظل قيام الاخت منذ ستة اشهر تقريبا بجلسة نقاش عام فيما يتعلق بموضوع الطرق وكلنا شاهدنا باعيننا ان الطرق الى الان لم تصل الى العلاج السليم انا في هذه الجزئية يعني ابلغ بشكل عام انه تم التنسيق مع الزميل النائر ثامر لصويت لان شاء الله تجهيز استجواب مقدم لاخت وزير الدول الشوال الاسكان ووزير الاشغال فيما يتعلق بالقضية الاسكانية وايضا يتعلق بمسألة الطرق وايضا المشاريع العملية ان شاء الله يعني احنا على قدر موساغ في اعداد الاستجواب وفي بلف الاستعدادات لمؤسم الامطار اكد مدير عامل ادارة العامة للاطفاء الفريق خالد المكراد جاهزية جميع مراكز الاطفاء للتعامل مع اي حوادث وبلاغات خلال موسم الامطار القادم بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية جاء ذلك عقب جولة تفقدية قام بها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس خالد الصالح في مركز الاسناد الكان بمنطقة الري للاطلاع على الاستعدادات والجهوزية التي اتخذتها الادارة العامة للاطفاء لموسم الامطار بحضور ممثلي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني ووزارة الاشغال العامة والهيئة العامة للطرق جريا على عادتها كل عام تقوم الادارة العامة الاطفاء مع بداية موسم الامطار باستعراض استعداداتها وتجهيزاتها لموسم الامطار الجديد في هذا العام انه تم استحداث عدد عشر آليات جديدة قادرة على انها تتعامل مع عمليات الانقاذ في المستنقعات العالية تقدر على تقريبا متر وثمانين سانتي تدخل هذه الاليات بمعدات انقاذ كاملة كذلك تم جلب عدد كبير من المضخات مختلفة الاحجام للتعامل مع عمليات نصف المياه طبعا حنا نعمل من ضمن منظومة مع باقي جهات الدولة المعنية في التعامل مع حوادث حطول الامطار والفياضانات ويوجد خطط وتنسيق كامل مع هذه الجهات وهم مشاركين لنا اليوم في هذا الاستعراض اضافة الى سوف يتم اليوم تجشين كراج وورشة الاطفاء بعدما تم تطويرها بالكامل وامانة هي تعتبر من ورش وكراجات القطاع العامل اكبر تغريبا الاليات هذه راح تكون متواجدة في مركز الاسناد ووقت الطوارئ راح توزع على المراكز التي يعتقد انها راح يكون فيها كميات امطار او اماكن فياضانات اثنان وعشرون مليون دينار لطرح مشروع البنية التحتية ومعالجة مشاكل المجاري والطرق في منطقة جليب لشيوخ حسب ما اعلن المدير العام لبلدية الكويت احمد المنفوحي الذي اكد ان وزارة الاشغال العام حددت اماكن الخلل بالمنطقة ورصدت هذه الميزانية واضاف المنفوحي عقب جولة ميدانية للجنة دراسة اوضاع منطقة جليب لشيوخ ان الفريق رصد المخالفة والمشاكل التي تعانيها المنطقة وكيفية تضافر جهود الجهات الحكومية المختصة لوضع المعالجات المناسبة قامت بلدية الكويت بالتعاون مع وزارة الداخلية وعدد من الجهات الحكومية بجولة لرصد المخالفات في منطقة جليب لشيوخ تمهيدا لتعديل اوضاع المنطقة واشار مدير بلدية الكويت احمد المنفوحي الى رصد العديد من المخالفات والمتنوعة في المنطقة والتي منها بيع للمواد التموينية المدعومة وسرقة الكهرباء منوها الى رصد اللجنة الممثقة عن مجلس الوزراء لعدد من الحلول خلال الفترة المقبلة لاعادة تأهيل المنطقة كل جهة حكومية حطت المخالفات ورصدت بعض السلبيات في هذه المنطقة وان شاء الله يمكن يعني الان حتى وزارة الاشغال مشكورة اليوم رصدت تقريبا 22 مليون دينار لطرح مشروع البنية التحتية ومعالجة مشاكل المجاري والطرق ان شاء الله يعني القادم هناك اصرار من قبل الجهات الحكومية بالدخول لهذه المنطقة وتعديل اوضاعها لان يعني يمكن شفنا الوضع لم يكن مقبول امام الكل يعني ان شاء الله المتوقع ان يتم تشكيل لجنة مشتركة ما بين الجهات المعنية يعني هناك بعض القوانين التي تخدمنا يمكن البلدية لديها قانون ما يمكنها من دخول المساكن الاخوان في القوى العاملة عندهم قانون يمكنهم فلذلك راح نشكل لجنة مشتركة ستبدأ اعمالها ان شاء الله في منتصف نوفمبر القادم للبدء بمخالفة بعض العقارات المخالفة واغلاق المحلات المخالفة سرقة الكهرباء يتم معاقبتهم هناك مخازن كثيرة للمواد الغذائية سيتم قبع التيار ومصادرتها من جهته اعلن ممثل ازارة الداخلية الى اصدار تعليمات الرجال الامن من شأنها المساهمة في الحد من ازمة المنطقة فيما اشار ممثل ادارة الاطفاء الانتهاء من رصد المخالفات الخاصة بجهتهم موضوع مو موضوع عزاب او مخالفين قانون الاقامة موضوع اكبر من شديد يحتاج جهود الاخوان باللجنة والاعضاء المشاركين ان شاء الله رصدنا جميع المخالفات الموجودة والامور محتاجة لها تصليح وتنظيم وتعديل ان شاء الله بجهود الاخوان ان شاء الله نقضي على جميع المشاكل المتواجدة في منطقة جلي بشيخة هناك اطفاء يهمنا التخزين العشوائي الموجود الشوارع الضيقة الامور هذه كلها فبالنسبة لنا الحل رح يكمن ان شاء الله مع اللجنة يكون توافقي مع جميع الجهات وكانت الجولة قد شهدت ممثلين ايضا عن الحيئة العامة للبيئة والقوى العامية لرصد المخالفات الموجودة في منطقة جلي بلشيوخ تمهيدا لإيجاد الحلول لها طبعا دورنا احنا الهيئة العامة والقوى العاملة خرجنا خلال هذه الفترة من اول اجتماع تقريبا قبل ثلاث سابعت وخرجنا الى رصد المخالفات اللي تخص الهيئة العامة والقوى العاملة من جانب الصحة العمالة والسكنات وكذلك من مخالفات قانون العمل وتشغيل العمال الفرقة تفتشين ان شاء الله رح تصير على المخالفات اللي اهمها طبعا رجل المخالفات في اماكن غير مسموح فيها الصرف الصحي اللي قاعد يروح والوصلات الغير قانونية اللي قاعد تروح فيها غير مجراهة الصحيح نفس الشيء اللي اغذية الفاسدة اللي هي العمل بيئة طبعا رح تفاقل قانونها ورح تشاكر شارك بفرقة تفتيشية مع الجهات وتعاني منطقة جلي بلشيوخ من شبه انهيار في البنية التحتية والطرق وصرف المجاري اضافة الى وجود مخازن المواد الغذائية في بيئة غير صالحة للتخزين تزامنا مع شهر اكتوبر شهر التوعية بمرض سرطان الثادية نظم معهد الكويت للأبحاث العلمية فعالية بعنوان اكتوبر الوردي وشهدت الفعالية محاضرات واوراق عمل تناولت سبل الوقاية من سرطان الثادية وكيفية مواجهة مع التأكيد على ضرورة الكشف المبكر عنها المحاضرات التي تمت تعلمنا الكثير كيفية الوقاية من هذا المرض وايضا كيفية الاهتمام بالفحص المبكر لانه يعتبر سبب الاساسي بالشفاء التام من هذا المرض ايضا ما هي الاضرار التي تنتج من بعض العلاجات التي يتم استخدامها لعلاج هذا المرض سعيد اليوم اني عشارك اخواني وزملائي من الكويت ومن الخليج في هالفعالية الخاصة بالتوعية بمرض سرطان الثدي المرض الاكثر فتكا بالنساء على مستوى العالم الشهر اكتوبر طبعا معروف كون انه هو دائما نسميه الشهر الوردي او الشهر المعني بالتوعية بهذا المرض انا اليوم طبعا اقتصر دوري على تقديم محاضرة الحديث عن السمنة وعلاقتها بمرض السرطان طبعا في كثير ناس تعتقد ان السمنة هي مظهر المظاهر الصحة ولكن للأسف السمنة علميا تم ربطها مع اكثر من 200 مرض مزمن دعت سفارة الكويت لدى لبنان رعاياها الموجودين هناك لضرورة اخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن اماكن الحرائق التي اشتاحت عددا من المناطق والمحافظات اللبنانية وكانت موجة من الحرائق قد اندلعت منذ يومين في عدد من المناطق اللبنانية ولتزال مستمر على الرغم من الجهود المبذولة والاسعانة بمروحيات من دول صديقة يأتي هذا فيما افدت وسائل اعلام لبنانية بتساقط امطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على العدد من المناطق التي تشتعل فيها النيران حيث ساهمت هذه الامطار في وقف تمدد الحرائق في بعض قرى وبلدات منطقة الشوف بجبل لبنان اعتبارا من اول من نوفمبر المقبل تلزم المملكة العربية السعودية السيارات بلوحات خليجية التي تغادر اراضيها بدفع ما يترتب عليها من مخالفات مرورية في المنافذ اعلن ذلك مدير عام مرور المنطقة الشرقية في السعودية العقيد مهندس علي الزهراني وقال انه لن يتم السماح لأي سيارة خليجية بمغادرة المنافذ الحدودية الا بعد دفع ما يترتب عليها من مخالفات مرورية تم تسجيلها في المملكة وذلك عبر منافذ الرجعي والخفجي والبطحاء التابعة للمنطقة الشرقية قال نائب والرئيس الامريكي مايك بينس ان الرئيس دونالد ترامب طلب من نظيره التركي رجب طيب اردوغان وضع حد لغزو سوريا وعلن وقف فوري ليطلق النار وقال ان ترامب طلب ايضا من اردوغان خلال اتصال هاتفي الدخول في مفاوضات مع القوات الكردية في سوريا تأتي هذه التطورات فيما اصدر الرئيس الامريكي امرا رئاسيا يعلن فيه حالة الطوارئ الوطنية نظرا للأوضاع المتدهورة في سوريا لا سيما عملية نبع السلام العسكرية التركية حيث قال ترامب انه اصدر قرارات تنفيذية لفرض عقوبات على مسؤولين اتراك اي شخص يساهم في العدوان التركي المزعزع للاستقرار في شمال شرق سوريا ناقلات النفطة تحدث اسطولها تفاصيل بعد قليل في الصفحة الاقتصادية من جديد اهلا بكم انهت الورصة تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام حيث بلغت كميات تدولات المؤشر 112 مليون و800 الف سهمة بقيمة النقدية بلغت 16 مليون و800 الف دينار تمت عبر 4469 صفقة وانخفض مؤشر السوق الرئيسي نقطة و14 النقطة فيما ارتفع مؤشر السوق الاول 20 نقطة و20 النقطة اعلنت شركة ناقلات النفط الكويتية تحديث اسطولها لبناء ثماني ناقلات نفط ومنتجاته مخطط لها ان تكتمل مطلع عام 2021 وهذا المشروع جزء من مشاريع مؤسسة البترول الكويتية والمدرج في خطة تحديث اسطولها وقالت الناقلات في بيان ان تحديث الاسطول لا يجتمل على مشروع بناء ثلاث ناقلات غازة مسال عملاقة لدى شركة هيون داي للصناعات الثقيلة في كوريا ومشروع بناء اربعة ناقلات منتجات نفطية متوسطة المدى ولفتت الى مشروع بناء ناقلات نفط خامن عملاقة لدى شركة بوهاي للصناعة السفن والصناعة الثقيلة في الصين ليصبح بذلك عدد ناقلات اسطول الشركة اثنتين وثلاثين ناقلة مختلفة الفئات والحمولات الكويت تستضيف بطولة آسيا للبولينج تابعونا بعد قليل في الصفحة الرياضية بكم معنا أهلا بكم من جديد أشهد رئيس الاتحاد الكويتي للتنس الشيخ أحمد الجابر العبدالله بالمستوى الفني بشكل عام ومستوى منتخب الكويت بشكل خاص في بطولة الكويت الدولية الأولى لناشية تنس التي اختتمت مؤخرا وأكد الجابر أن قاعدة لعبة التنس متنة وقوية وتبشر بمستقبل باهر في السنوات القادمة وكان نجماء المنتخب الكويتي للتنس بدر عنتر وعيسى قبازرد قد حقق إنجازا كبيرا بفوزهما في المركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة الزوج في ختام بطولة الكويت الدولية الأولى لناشية التنس بعد أن تمكن الثنائي الكويتي من تخطي الثنائي البريطاني ديرين وزميله البلجيكي مارتين كاتس بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة في المباراة النهائية للبطولة أعلن رئيس الاتحادين الدولي والأسيوي ورئيس نادي البولنج الكويتي الشيخ طلال محمد عن مشاركة أكثر من 350 لعبا ولعبا وإداري يمثلون 28 دولة في بطولة آسيا الخامسة والعشرين للعبا واشار المحمد أن البطولة ستنطلق من خلال حفل افتتاح سيقام في العشرين من الشهر الجاري تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وثمن المحمد خلال مؤتمر صحفي رعاية رئيس مجلس الوزراء للبطولة ودعمه الكبير لأبنائه الرياضيين بشكل عام وللعبة البولنج بشكل خاص مشددا على أن ذلك ليس بغريب على سموه الذي عود الشباب الكويتية على الوقوف جانبه وتسجيه على الانجازات وكشف لمحمد أن الكويت ستستضيف حدثين مهمين في المستقبل في مركز البولنج وهما بطولتي العالم للرجال والسيدات لفئتي الفردي عام 2020 والفرق عام 2021 أول شيء نشكركم على حضوركم اليوم على تقطية المؤتمر الصحفي لبطولة آسيا 25 للبولنج تحت رعاية سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أول شيء نتشكر من سموه على رعايتها الكريمة لهذه البطولة التي ستعطينا دافع قوي إن شاء الله في تنظيم إن شاء الله رائع واستضافة متميزة للكويت والكويت سباقة في استضافتها للبطولات من خلال أخوان والكوادر الموجودين الكويتيين لاستضافة مثل هذه الأحداث إن شاء الله أيضاً نحن مستعدين من خلال حفل الافتتاح إن شاء الله سيكون يوم عشرين عشرة الساعة سبعة مساء في فندق كراون بلازا بالإضافة أيضاً إلى استعدادات لاعبيننا إن شاء الله من خلال مشاركاتهم ومعسكراتهم السابقة ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله في هذه البطولة ونتمنى من الجمهور الكريم الحضور لمؤازرة منتخبنا من يوم 22 لغاية يوم 30 في مركز البولينغ في منطقة السالمية لمؤازرة منتخبنا إن شاء الله في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة لتصفية المشتركة لإنهائيات كأس العالم لعام 2022 وكأس آسيا لعام 2023 تعادل منتخبي فلسطين والسعودية دون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على أساد فيصل الحسيني بمدينة رامالله وبهذه النتيجة رفع المنتخب السعودي رصيده إلى خمس نقاط بينما رفع منتخب فلسطين رصيده إلى أربع نقاط وفي بقية اللقاءات تتغلب منتخب تايلند على منتخب الإمارات بهدفين مقابل هدف واحد في حين اكتسحت استراليا منتخب تايبي بسبعة أهداف مقابل هدف واحد وإلى هنا وصلنا معكم لنهاية النشر وقبل ختامها نذكركم بإمكانية متابعاتنا عبر موقع توتر ترريم دي جروب ولمشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب الريتيوب في أمان الله اشتركوا في القناة